أستاذ أمو محمد السلام عليكم وعليكم أستاذ أمو حضرتك يا شيخ فضل ونعم الحمد لله أنا عندي مشكلة مع زوجي إن هو مش شايف إن هو ملزم بأي حاجة تجاهي أو تجاه أولاده غير في إن هو يدينا مصروف كل شهر وخلاص طيب لا بيساعدني في التربية لو احتاجته أنا عندي ثلاث أولاد وبنوتة والأولاد محتاجين قب برضو مهما كان يعني أنا ماشي وكل ما بكلمه يقولي لا التربية عليك سنهم كم الأولاد 17 سنة و10 سنين و6 سنين دول الأولاد والبنوتة 12 سنة يعني فيه ولد 13 سنة 17 الولد 17 سنة أوه و10 سنين برضو ولد و6 سنين ولد طيب هو بيقول لحضرتك إن هو مش مسؤول عن التربية أوه يعني بيقولي أنت في البيت أنت اللي عليك التربية أنت اللي عليك بس هما وكبروا محتاجين قب صارم ومحتاجين برضو يعني الولد مهما كان ما بيوصل مرحلة معينة بيبقى محتاج يعني يد من حديث شوية غير الأم طبعا أكيد طيب أنت عايزة فين سؤال حضرتك أوستاذ إيمان هل الكلام اللي بيقوله ده صح؟ لا أنا عادة أنه هو غلص أنا عادة أنه هو محتاج يعني أنا عايزة حضرتك توجه رسالة أنه يعني أنا وصلت معي مرحلة أنه أنا بقيت أتخارق معي بسبب الولاد بسبب أنه يتملص من أي مسئولية أنا أقول لحضرتك نعمل إيه؟ أنا أقول لحضرتك نعمل إيه؟ أستاذ إيمان بس أستاذ أم محمد بس أنا أقول لحضرتك حاجة اللي حاصل في بعض الأباء هما عندهم شوية مفاهيم لازم يعرفوه أنه هما لازم يتطوروا فيها يعني الإنسان عشان إيه بقى أب ما بيبقاش أب كده زي ما بيقوله كده بالطبع لازم عشان إيه بقى أب لازم شوية فيه مفاهيم تدخل في زهن من أهم المفاهيم اللي لازم تدخل في زهنه مفهوم المسئولية مفهوم المسئولية ومفهوم تلات مفاهيم كده مفهوم المسئولية ومفهوم الرعاية ومفهوم القرب إنه يعمل إيه؟ يكون مسئول ويرعى حد قريب منه يعني ما فيش حياة يسمها أبوة عن بعد لازم الأبوة تبقى عن قرب لأنه مش عن ملاحظة مش عن مرأبة لا فيه فرق ما بين القرب والمرأبة والملاحظة القرب هيخلينا نلاحظ بطبيعة لكن ما فيش حاجة اسمها أبوة عن بعد يعني لما يتقفل الباب بين الأب وبين ابنه ده نوع من أنواع البعد يبقى هو لازم يبقى قريب طيب هل الأب مسئول عن تربية أولاده؟ يقيناً آه طيب نعمل إيه؟ عشان ما تقولش عليك في الإجابة هنعمل ثلاث حاجات أنت هتعملي ثلاث حاجات أول حاجة أن احنا محتاجين نمرر شوية مفاهيم لزوج حضرتك من غير ما يحس أنه هو بيولام لأن أنت لأول ما هتلوميه هيعمل إيه؟ هيعمل حاجة اسمه لوم الانتقامي هيجي لومك أنت فتحسي أن الموضوع باص فنعمل إيه؟ نمرر المفهوم إزاي؟ نقول له فلان عايز يقعد معك عشر دقائق أو تعالى نتكلم عن عشان فلان عايزين نتكلم عشر دقائق فهتبتدي بوقت صغير تتكلمي عن أمور الأولاد وتاخدي رأيه وبس تاخدي رأيه وبس وتروح تغيب يومين ثلاثة وتقول له عملت باللي أنت قلت عليه دوت وتلع حاجة كويسة قوي كويسة قوي إزاي يعني؟ حصل كيت وكيت 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 حتى تعالى أشوف إيه رأيك يا محمد اسمع إيه رأيك اللي عملته دوت كان كويس أهو كان كويس جدا 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 يبقى إيه اللي حاصل؟ إحنا خلق لاله اهتمام لأنه ممكن يكون على فكرة مش عارف المدخل هو مش عارف المدخل للأبوة فلابد أن إحنا نساعده على المدخل ده أنت مش عدوته أنت شركته أنت جزء نصه التاني فأنت لازم تساعده فعملين له مدخل الحاجة التانية إحنا محتاجين شويتين تلاتة نقعد مع بعض كتير يعني إيه اللي حاصل؟ نقعد مع بعض من غير مسؤولية يعني إحنا محتاجين كأسرة نقعد مع بعض من غير مسؤولية يعني ناكل أكلة مع بعض على الأقل أو نصلي صلاة مع بعض لازم نعمل الحكاية دي مع بعض تالت حاجة أنا بنصحك بيها أن أنت تقربي منه شوية لأنه ممكن يكون هو شايف أنه شايل حاجات كتيرة فاتفهمي أن الحاجات دي ممكن يكون لها حلول والوقت اللي هيفضل ده ممكن نقضيه مع أولادنا التالت حاجات دولة هتساعده أنه هو يبقى معاكي وأنا بقول له تركك لتربية أولادك ده حرام وظلم وتضيعي للأولاد ومن أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعود فتوكلي على الله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير والسلام ويفتح عليكم إن شاء الله ويوصلح ذات البين نعم